قصيدة ولوحة هي تظاهر ثقافية وتجربة جديدة لمجموعة من الأدباء والفنانين التشكيليين من ولاية شلف زاوجوا بين عرض اللوحات وإلقاء الشعر التظاهر عرفت ترحيباً واسعاً ميزه إقبالاً مماثلاً للجمهور أحمد الوحش رصد التالي أن تختار بين الغوص في بحور الشعر وتتغنى بقافيته أو تذوب بين الألوان في عرض مميز فالأكيد أنك في ضيافة جمعية آفاق الشبابية وأكثر من ذلك أنك تشهد تزاوج فنين لهم جمهور معين وصاحب ذوق رفيع في أول تجربة بالساحة الفنية الشلفية تنظيم هذه التظاهرة تحت مسمى قصيدة ولوحة حاولنا من خلالها أن نجمع بين الفن التشكيلي وبين الأدب بحضور نخبة من الشعراء والفنانين في مختلف المجالات على مستوى التراب ولا يتشلف من خلال منظور إبداعي ومنظور أكاديمي ومحاولة المزاوجة بين هذين المجالين وتقريب أواصرهما في الميدان الثقافي كانت كل هذه الأمور الثلاثة امتزجت وشكلت لنا هذه الفوسة في سائل اليوم بين القصيدة والشعر فكما ترون حضور غفير التقشف لا يقتل إبداع هكذا أجب المرحبون بهذه التجربة الفريدة معتبرنا أن فتح الباب لمثل هذه الأنشطة من شأنه محاربة الركود الفني وفتح الشهية للفنانين والأدباء ارتعت المكتب الرئيس المطالع العومي أن تحتضن هذا النشاط تحتضن هذه الجمعية لأجل تنشيط الفعل الثقافي بالولاية دعما لترقية القراءة والمقرؤية والمطالعة وتحبيب الكتاب للقارع للإشارة تعتبر جمعية آثاق الشبابية من الجمعيات الفتية التي حركت المشهد الفني والأدبي في وقت وجيز